ثمن الرئيس عبدالفتاح السيسي الشراكة المثمرة والتعاون البناء بين الحكومة ومؤسسة التمويل الدولية خاصة في مجالات البنية التحتية والطاقة المتجددة والصناعات التحولية والرعاية الصحية جاء ذلك خلال استقبال الرئيس السيسي الرئيس التنفيذي لمؤسسة التمويل الدولية مختر ديوب حيث أكد الرئيس السيسي حرص مصر على الاستمرار في تعزيز الإصلاحات الهيكلية بما يساعد على تعزيز دور القطاع الخاص وتوفير مناخ إيجابي لكافة المستثمرين وأسواق المال العالمية وصرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية بأن اللقاء تناول مختلف أوجه العلاقات بين مصر ومؤسسة التمويل الدولية ودور المؤسسة في دعم أولويات التنمية في مصر لسيما من خلال قيام المؤسسة بتقديم الدعم الفني والاستشاري لضمان التنفيذ الأمثل لوثيقة سياسة ملكية الدولة من جانبه أشهد رئيس المؤسسة الدولية بعلاقات التعاون المتميزة ما بين الجانبين وبالجدية الواضحة للدولة في تعزيز انفتاح مناخ الأعمال وتشجيعها لمؤسسة التمويل الدولية لزيادة البرامج المشتركة مع القطاع الخاص وذلك لتحفيز دوره في دعم جهود التنمية الشاملة والمستدامة مؤكدا استمرار المؤسسة في دورها لدعم التنمية الشاملة في مصر